السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام أعزائي كل عام وأنتم بخير كل سنة وأنتم سالمين عده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بألف خير وألف سلامة أخواني الكرام هل منكم من جرب كاشف المعادن الكاشف الكافي بهذا الملف الملف اللي هو قطر دائرة 30 صانتي عدل لفات و7 لفات وداخله ملف دائري قطر 15 صانتي هذا الملف طبعا اللي 15 صانتي تقريبا عدد لفاته 115 لفة شو ميزت هذا الملف أنا كوني جربت هذا الملف ميزت أنه يصدر صوتين للمعادن المعادن الحديدية طقطقة والمعادن الثمينة صوت صفير متصل وكذلك اللذ الموجود على السماعة لما يكون حديد يكون ضوء متقطع لكن لما يكون معادن ثمينة يكون ضوء متصل يعني تمييز كامل بالمعادن بين المعادن طبعا النتيجة أخواني الكرام حقيقة مذهلة النتيجة مذهلة تمييز واضح وحلو جدا بين المعادن بتحسس حالة كان ماسك كاشف معادن تجاري وقيمته عالية جدا لكن الحقيقة لا أخفيكم أنه العمق يعني ما زاد العمق يبقى كما هو نعمل حاليا حقيقة على أكثر من تجربة لزيادة العمق لكن لحد الآن لم ننجح بزيادة العمق بشكل لافق نجحنا بزيادة العمق يعني بضع صمتيات لكن مش بشكل لافق الحقيقة التجربة العملية لهذا الفيديو تتوقف عليكم يعني إذا بدكوا التجربة اكتبوا لي تعليقات إعجابات بهذا الفيديو عشان أعرف رغبتكم بالفيديو الجديد تجربة اللي هو التمييز بصوتين لكاشف معادن إن شاء الله تعالى رح أعملها فورا يعني ما رح أتأخر عليكم بتكون تجربة قدامكم لكن إذا وجدت إنه ما فيه أجابات ما فيه تعليقات على هذا الفيديو كثير معنات أنتم ما بدكوا هذه التجربة وأنتم بالغين عنها حقيقة أنا يعني بالفترة الأخيرة خلال 6 شهور أو 4 شهور الماضية لاحظت إنه الفيديو مثلاً متو عشر دقاق ثمان دقاق ما فيه متوسط مشاهدة عندي دقيقتين على الفيديو عبر ألثين مشاهدة يعني مما أدى إلى أنه ممكن يصنف لاحقاً للفيديو على أنه غير مهم لدى اليوتيوب لكن حقيقة الحمد لله ما زلنا بقناتنا أو بالقناة الأولى اللي هو كيف تصنع القناة الأولى عربياً للكشفة عن معادن الحمد لله بستبحثوا بتلاقوا الفيديوات تبعت القناة هي أول فيديوهات ما زالت لكن متوسط المشاهدة مقلق حقيقة فعشان هيك أنا بطلب بشوف قبل ما أنتج الفيديو جديد بدي أشوف شو الاتجاه لهذا الفيديو هل يوجد رغبة له من خلال التعليقات وعدد الأجابات أم أنه لا يوجد له رغبة من خلال عدم التعليق على هذا الفيديو أو الأعجاب به نراكم مع الخير والسلام وبنتظر تعليقاتكم وعجاباتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته